موسيقى يسعد أوقاتكم مشاهدين الأعزاء وهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من منوعات هلا معي أنا عارين كمالضغطة على قناة هلا ما سمي العيد بهذا الأثم إلا لأنه يعود علينا كل سنة بأيامه المميزة فأطلب من الباري تعالى أن يعيد هذه الأيام على جميعنا بالخير والصحة فهذه الأيام تتميز بفرحتها وبأجوائها الزيارة السنوية لمقام سيدنا النبي شعيب عليه السلام عيد الفصح المجيد والأيام المباركة من شهر رمضان الكريم فزيارة مقبولة كل عام وأنتم بألف خير وصحة وصوما مقبولا وإفطارا شهيا أعزائي لم يقال بالصدفة على تؤجل عمل اليوم إلى الغد فإن التأجيل يسبب لنا بأغلب الأحيان إلى تراكم المهامات والشعور بالضغط أو أنه يشعرنا بأن الوقت تحت سيطرتنا وللأسف هذا خطأ والوقت ليس أبدا تحت سيطرتنا الكثير مننا يقولون غدا سأكون رائعا غدا سأبدأ ممارسة الرياضة أو غدا سوف أبدأ حمية غذائية صحية ولكن التردد والتأجيل هم أكبر عقبة في طريق الوصول للهدف والنجاح ومن هذا المنطلق قالوا إن أنجح حمية غذائية هي التي نبدأها بوقت لاحق فهل يا ترى سوف نبدأها حقا أم أن التأجيل سوف يستمر عزائي أشارككم بنقطة للتفكير التأجيل والتردد بأغلب الأحيان نتيجون عن الشعور بالخوف الخوف من التقدم، الخوف من النجاح، الخوف من خطوات جديدة الخوف من فعل أمر مختلف، الخوف من الخروج من منطقة الراحة والخوف من المجهول، ولكن هل لهذا الشعور أن يقدمنا؟ أم أنه يبقينا بما كاننا ويمنع مننا التقدم نحو الهدف ونحو نمط الحياة الذي نريده أولا لأنفسنا وثانيا لعائلتنا؟ فأنجدكم عند التأجيل أن تسئلوا ذاتكم لماذا أخترت التأجيل؟ هل هو ناتج عن الشعور بالخوف من التقدم؟ أو أي شعور آخر يبقيننا بما كاننا؟ أم أنه شعور جسدي مثل التعب والإرهاق والذين هم إشارة الجسم لنا؟ فأبسط لكم مشاهدين كلامي بمثل لعله يكون حافز بفعل الأمور بدون تأجيل أو تردد شخص يريد أن يتبع نمط حياة صحي يشمل حمية غذائية صحية ومقوية والقيام بتمارين رياضية يوميا ولكن بكل يوم يقول لنفسهم اليوم مزموحة كل إني تعبان اليوم بلاش رياضة اشتغلت كثير يلا بكرة منكون أهوا حذر الصلاة فيه وغيرها الكثير من الأعضار اللي ممكن يقدمها الإنسان لذاته فإذا حللنا هذا السلوك نستنتج عدة أمور الخوف من الصعوبات أو التردد عند بدء نمط حياة جديد أو ممكن الخوف من النجاح والوصول لنمط حياة صحي كما يريده وغيرها أعزائي تغيير هذا الأمر يحصل عندما نكون مستعدين لتقبل أنفسنا وتقبل تصرف التأجيل ومعرفة التصرف المقابل والذي يوصلنا إلى أهدافنا وإلى النجاح ملاحظة صغيرة أبنائنا يتعلمون هذا التصرف منا فهم على الأغلب لا يدركون ما معنى التأجيل وبحسب تفكيرهم كل شيء يحصل بالوقت الذي مناسب لهم وبدون أعذار فقط نحن الأهل والبالغين الذين نعلمهم الصبر ويرون التأجيل والتردد من خلال تصرفاتنا أعزائي كان من المهم لي أن أوصل لكم هذه الفكرة والرسالة لعلنا نضع الحد للتأجيل وكل واحد مننا بحسب أموره فنكمل حلقتنا اليوم بموضوعنا الذي يخص كل شخص منا وبالأخص نحن البالغين وهذا لكثرة الأراء والأفكار لكثرة المهامات والمشاريع ولكثرة الرغبات والاحتياجات وبالمقابل نحن نبقى أنفسنا كل شخص منا يبقى هو وحده فقبل أن أرحب بضيفتنا من فضلكم تذكروا أن كلمات لو إذا ياريت وكان هم على الأغلب لا يقدمون بشيء وتفسيرنا أيضا بأغلب الأحيان لا يقدمنا ولو بخطوة واحدة لأن لذات النقطة ممكن أن تكون عدة تفسيرات ونظرات مختلفة منها إيجابية وغيرها سلبية فكيف لهذه التفسيرات أن تؤثر على تواصلنا وكيف لها أن تؤثر على نجاحاتنا عن هذه الأسئلة والنقاط سوف نتحدث بتعمق أكبر مع ضيفتنا خصائية تربية ومجتمع فرات إبراهيم عاملة اجتماعية محاضرة أكاديمية وموجهة مجموعات ومديرة لمشروع رفع الوعي الثقافي والاجتماعي حول كل ما يتعلق بموضوع التنشئة الاجتماعية السليمة ودور الأسرة والمؤسسات المختلفة في تحقيقها يسعد أوقاتك أستاذة ورمضان كريم مرحبا عارين يسعدك أهلا وسهلا فيك أهلا في تعليم أولا حكا قبل أن نتطرق ونتعمق في النقاط المثيرة التي تضعناها تعني فهم ما يعني تواصل قبل أن نفهم ما يعني تواصل التي تسمحي أن أستغل منصف ومنبر قناة هلا ونقدم التهاني والتبركات لأخوتنا أولا الدروز بمناسبة أخوتنا وأخواتنا عمليا من التقف الدروزية بمناسبة زيارة مقام النبي شعيب زيارة مباركة ومقبولة وكمان بمناسبة عيد الفصح المجيد لأخوانا وأخواتنا كمان المسيحيين والمسيحيات فكل عام هن بألف خير وطبعا هالأيام المباركة كيف ما ذكرتي شهر رمضان الكريم يا ربي ينعاد علينا وعلى الجميع بالصحة والعافية وهدات البال وكل عام والأم الإسلامية بألف ألف خير لا سؤالك الإجابة على سؤالك مفهوم التواصل أولا التواصل اليوم عارينه مش مجرد اختيار شخصي أو ذوق ذاتي أو ذوق شخصي عمليا هو عبارة عن موضوع يتطلب مهارات وقدرات علم وثقافي ومعرفي جدا عالي حتى نقدر نوصل لمحال نقول فيه نحن نقدر نتواصل مع ذواتنا في البداية ومع البيئة المحيطة فينا بشكل سليم وبشكل فعال إذا ما أردنا أنه نعرف مفهوم التواصل فإحنا منقول كالتالي التواصل هو عبارة عن نقل معلومات أفكار آراء وتوجهات مشاعر وعواطف ما بين شخصين وأكثر طبعا كل الأمور هاي اللي ذكرتها يتم نقلها من خلال عدة أنواع وإشكال للتواصل منها على سبيل المثال التواصل اللفظي تماما مثل الاتصال أو التواصل اللي بيني وبينك إسا عن طريق الحديث والكلام وإلى آخره هو تواصل وجها لواجهه بأربع عيون هذا التواصل النوع من التواصل يتطلب طبعا قدرات جدا عالية على التعبير مخارج الحروف تكون سليمي وعمليا القدرة على إيصال الرسالة بشكل واضح مختصر ومفيد النوع الثاني هو عمليا التواصل غير اللفظي واللي هو يعتمد على الإيماءات والرموز من خلال تعبير الوجه ولغة الجسد لغة الجسد عمليا هي تشكل نسبة جدا عالية في إيصال الرسالة يعني دراسات عديدة فعلا من نفس أشارت إلى أنه علم النفس بتلعب حيز جدا كبير ونسبة جدا عالية في إيصال الرسالة للآخرين سواء كان فرد أو مجموعة بالإضافة كمان عندنا التواصل المرئي اللي هو عن طريق عرض صور واللي هدفها عمليا توصل الرسالة كوسائل إضاح صور معروضات معينة وإلى آخره عندنا بالإضافة كمان التواصل الكتابي أو المكتوب عن طريق طبعا المرسلات مرسلات ممكن تكون عن طريق منشورات أو رسائل معينة يبعثها فرد لفرد آخر من خلال طبعا الطبيقات المختلفة اللي بتساعدنا على هذا الجانب عندنا كمان أنواع أخرى من التواصل اللي هو التواصل الحازم وعندنا كمان التواصل العدواني أو الهجومي هتلا نقول وعندنا كمان التواصل السلبي جدا ده بتحب أن نتطرق كمان التفسير طبعا بدون شك التواصل الحازم أولا هو نوع التواصل الفعال والسليم الشخص أو الفرد عمليا يكون عنده القدرة على أنه يعبر عن مشاعره وعن آراءه وعن توجهاته وعن معتقداته وإيماناته بشكل سليم وبشكل واضح وبدون عمليا وهو يحترم كمان آراء الآخر يعني لا يقوم بتهميش وإقصاء وإلغاء الآخر إلا يؤمن مثل ما لقيله مساحة عمليا في مساحة للآخر وفي مكان للآخر بينما بالمقابل التواصل العدواني هو إنسان عمليا اللي يحاول فرض آراءه وأفكاره بكل طريقة ممكنة بالمقابل يقوم بتهميش وإلغاء الآخرين عندنا النمط الأخير أو الأسلوب الأخير من التواصل هو الأسلوب السلبي جدا أو النوع السلبي جدا اللي هو إنسان عمليا يقوم بالتنازل عن آراءه وأفكاره ولا يقوم بالتعبير عن مشاعره وتوجهاته آراءه وأفكاره طبعا لأنه إنسان سلبي منسحب متراجع ما عنده القدرات الكافية لأنه يعبر عن كل ما يجول في خاطره هي هيك الأنواع بكبير طبعا كل إنسان إله نمطه في التواصل إله الطريقة اللي بيتواصل فيها وهيك بتأثر بتأثير مباشر على حياته صحيح؟ بدون شك طبعا بدون شك فكيف ممكن إحنا نشوف إنه هاي التواصل أو هاي الأنواع من التواصل لكل شخص مننا ممكن يتأثر على نجاحاتنا ممكن يتأثر على الأشياء الأهداف اللي إحنا مانا نوصل لها بدون شك لما بكون أنا عندي القدرة هات لم أقول هدا الأشخاص اللي بيتمتعوا في ذكاء عاطفي واجتماعي هني أكتر عن غير هن عندنا القدرة على الوصول إلى النجاحات بمعنى إيش يعني الذكاء العاطفي الإنسان اللي عنده القدرة على إنه يعب يفهم مشاعره ويفهم عواطفه وينظم هاي المشاعر ويعرف أسبابها بمعنى أنا إذا أنا إسا معصب أو أنا إسا معصبي فمهم جدا أعرف الأسباب التي تقف وراء مشاعر الغضب لما بعرف أنا إيش الأسباب اللي تقف وراء مشاعر الغضب بالتالي بيكون عند القدرة على تنظيم هاي المشاعر وإدارتها بشكل سليم وصحيح بكل مواقف الحياة المختلفة سواء كان عمليا إحنا بنحكي عن الجانب العائلي الشخصي أو العائلي أو المهنة في الأطر المختلفة عمليا كمان مرة داخل العائلي أو في العمل أو في أي إطار آخر مختلف تماما وبالتالي عنده القدرة أو عنده المساحة على أنه ينجح أكتر عن إنسان ما عنده القدرة على فهم نفسه وفهم مشاعر وفهم عواطفه المختلفة ودوافعه المختلفة نقاط قوته نقاط ضعفه إلى آخره بالمقابل الأشخاص اللي ما بتمتعوا في ذكاء عاطفه واجتماعي ما عندهن القدرة هن أساسا مش فاهمين أو مش عارفين شو نقاط قوتهن ونقاط ضعفهن الإنسان اللي عنده ذكاء عاطفه عنده القدرة على فهم مواطن القوي عمليا نقاط القوي في شخصيته ونقاط الضعف وبقدر يقوم يقوم عمليا بتعزيز نقاط القوي وبالمقابل يقوم بتحسين وتطوير نقاط الضعف بينما الإنسان اللي ما عنده ما بتمتع في ذكاء عاطفه ما عنده هاي القدرات على أنه يقوم في تحسين وتطوير ذاته وبالتالي الشخص اللي بتمتع في ذكاء عاطفه عنده القدرة هذا الجانب. السؤال اللي فكر مفهوم ضبنا انه نسأله انه هل الذكاء العاطفي او هاي الامكانية. الانسان ممكن يولد معها. يستمتع منها او يقتبسها من صغره او انها اشي في كل جيل ممكن انه احنا انه نوصل لهذا الذكاء العاطفي اولا الذكاء العاطفي هو شيء مكتسب بمعنى يقوم بتنميته وتعزيزه الاهل داخل البيت والتعزيز وتنمية ذكاء العاطفي ما بيجي من فراغ. يعني لا يولد من فراغ. هو عبارة عن بدهم يكونوا الاهل والوالدين عندهم كمان هني وعي ذاتي هني بتمتعوا انفسهم بدكاء عاطفي واجتماعي. يعني انا ما بتوقع من اهل من ام او من اب اللي ما عنده القدرة على انه يعبر عن مشاعر بشكل سليم وصحيح وما عنده القدرة على تنظيم مشاعر وقدر بشكل سليم يقدر ينقل هاي القيم وهذا المفهوم عمليا لأولاده ولبناته. او ان الابن يطلع هيك يعرف مشاعره. مية بالمية كيف يكون عند القدرة عند الولد او عند البنت في جيل جدا صغير على انه يعبروا عن مشاعرهن بسلاسة وبقدرة جدا عالية ويعرفوا ايش ايش مزعلهن او ايش مغضبهن او ايش مفرحهن اذا ما كان الاهل عمليا شكلوا لأولادهن نماذج سلوكية ايجابية يعني هني نماذج للتقليد في الواقع سواء كان على الجانب الايجابي او على الجانب السلبي. فالذكاء العاطفي والاجتماعي هو شيء مكتسب. يعني ما بك في الانسان انه بس يفهم مشاعره وعواطفه ودوافعه ونقاط قوته ونقاط ضعفه مهم جدا كمان يفهم مشاعر الاخر وهذا هو الذكاء الاجتماعي فهذا شيء مكتسب ممكن احنا اذا ما اكتسبنا بالبيت هذا ما بقول انه راحت علينا لا اذا كان عندنا الوعي الكافي ومضج النفس الكافي ممكن نقدر نوصل لهاي النتيجة بمرحلة حتى لو كانت هاتنا نقول متأخري نوعا ما ولكن لا يدور المهم انه احنا نقدر نوصل لهذا المحل اللي نكتسب فيها هاي المهارات اللي بتعزز من قدراتنا وبتطور من مكانتنا سواء كان العائلية والاجتماعية والمجتمعية بشكل عام. ممتاز اذا احنا اجينا بطرقنا وحكينا هل التواصل او هذا التفكير باثر على تفسيرنا بالحياة؟ باثر تفسيرنا على الامور البسيطة اللي ممكن احنا نواجئها؟ يعني بدون ادنى شك النتائج الاخيرة اللي احنا بنوصلها في متواصلنا مع الاخرين هي نبع من وين عارين؟ نبع عمليا من خلال تفسيرات اللي احنا بنعطيها للمواقف ولا هاتلا نقول للأحداث الاجتماعية المختلفة اللي احنا بنمرق فيها تفسيرات طبعا للامور هي جاية من عدة من عدة محلات مش من من عدة نقاط مش من خلال بس نقطة واحدة اولا للحدث الاحداث والمواقف الاجتماعية اللي بتصير معنا بالحياة ما الها اي معنى ما الها اي معنى وهذا شيء اللي انا لما بحكيه بمحادراتي بورشاتي المجموعات تتفاجأ انه هل لما بصير معاي مشكلة معينة عن جد المشكلة ما الها اي معنى؟ اي نعم المشكلة او الحدث اللي بيكون او الموقف او المواقف العديدة اللي بتصديفنا عمليا احنا بالحياة باليوم يوم هي ما إلها أي معنى مين اللي بعتلم معنى للأحداث؟ أكيد إحنا إحنا من خلال التفسيرات اللي بنعطيها للأحداث فإذا تفسيراتنا كانت عميقة ومدروسة وشمولية رح ينبنى عملياً عندنا إحساس اللي هو إيجابي بينما إذا تفسيراتنا ضيقة ومحدودة وغير شمولية في الواقع كمان رح يكون إحنا ينبنى عنا في أعقاب هاي التفسيرات اللي أعطيناها إحساس ومشاعر وعواطف اللي هي سلبية جداً واللي رح يترتب عليها بالتالي نتائج اللي هي جداً جداً سلبية وهون عملياً موضوع التفسيرات كمان بتتأثر بعدة عوامل يعني تفسيراتنا هي كمان ما بتيجي من فراغ لما أنا بوصل لمستوى الوعي لما برتق لمستوى الوعي بالتالي إذا صار معاي موقف هيك نعطي مثال من الواقع القريب اللي لأينا إذا في مثلاً موظف معين أو موظفي معيني اتأخر بهذا اليوم عن عمله هذا هو الحدث للحدث ما فيش أي معنى تأخر عملياً العامل عن العمل تأخر نقطة هون مين بدخل دور مين التفسيرات اللي جاي من قبل المدير فالمدير إذا كانت نظرته عميقة أو المدير إذا كانت نظرته أو نظرتها عميقة جداً للأمور فشو رح تيجي تقول رح تقول إنه تلتمسي الأعذار وتقول وارد جداً صاير شيء موقف معين اللي خلى إنه يتأخر أو تتأخر عن شغله أو عن شغلها ماشي فرح تلتمسي الأعذار ومش رح يصدر أحكام شو بصير هون إحنا عملياً التفسير كان شمولي منطقي واعي ناضج فبالتالي الإحساس رح ينبنى يكون إحساس اللي هو إيجابي وبالتالي رد الفعل شو رح يختار هذا المدير أو هاي المديرة رح يختاروا عملياً إنه يدعوا الموظف أو الموظفي ويسألوا عن سبب التأخير ويرتبوا مع بعض لقدام كيف ممكن إنه يتفادوا هذا التأخير مستقبلاً يعني هذا عملياً رد الفعل الإيجابي بينما إنسان اللي بفكر بشكل اللي هو جداً سطحه وجداً ضيق بالمقابل شو بعمل بحالة التأخير هاي اللي كانت بيجي بقول هذا عدم احترام للمدير وعدم احترام للعمل وهذا الموظف مش لازم يكمل بهاي الشركة أو بهاي المؤسسة أو بهاي المدرسة وإلى آخرها على سبيل المثال الإحساس شو بدو ينبنى عليه؟ إحساس جداً سلبي من قبل المدير أو المديرة وبالتالي رد الفعل رح يدعو هذا الموظف لا إيش؟ لا عملياً إنه أنه أنت واحدين ثلاثة أربعة إصدار أحكام ولوم وإلى آخرية ويمكن كمان يقوم بإنهاء عمله فشوف كيف تفسيراتنا للأمور بتلعب دور كتير كبير في النتائج النهائية للأمور بناء على التفسيرات إذا كانت ضيقة إحنا النتيجة رح تكون سلبية حتماً إذا كانت تفسيراتنا شمولية واعية وحكيمة ومدروسة ومراقبة بالواقع عملياً الردود رح تكون إيجابية واو يعني إصلا إحنا بنفهم إنه تأثير إنه تفسيرنا بأثر بشكل مباشر على نجاحاتنا بنفهم أكثر إنه هاي التفسيرات بتصادفنا بشكل يومي مع أبنائنا مع عائلتنا مع الزوجة أو الزوجة مع كل شخص إحنا ممكن نتقابل معه بشكل يومي في اليوم يوم ويأثر علينا يأثر على تصرفاتنا ويأثر على النتائج أو التفسيرات تبعتنا اللي إحنا بنوصلها فإذا إجينا سألنا شو هن المصائح اللي ممكن يتواجهلنا إياهن عشان ولا ناخد تفسير اللي هو بين أخواص غلط يعني أسفع ما ما بعرف إذا فيه تفسير غلط ولا تفسير صح أما هكا أنت ممكن يدخل إدنا أما بفكر إنه هذا التفسير هو ناتج عن إنسان كيف نظر طول الإشي بدون شك التفسيرات عمليا تتأثر بعوامل عديدة عرين يعني ما بتيجي من فراغ أهم هاي العوامل عمليا هي التربية والتنشأة الاجتماعية للفرد اللي تلقاها الفرد واللي بتدخل فيها عمليا عدة عوامل بتساهم فيها عدة عوامل أولا البيت الأهل الأم الأب الأخوة داخل البيت بلعب دور كتير كبير عمليا في تشكيل وصق الشخصية الفرد مننا عنا كمان المدرسة اللي لها كمان هي الجانب المكمل للعائل والبيت واللي بتلعب كمان دور كتير كبير أو بتعزيز بتعزيز هات لنقول شخصية الطفل أو مرات كتير مع التجدال التعميم كمان هدم شخصية الطفل أو الفرد عنا كمان البلد اللي إحنا موجودين فيها والمجتمع ككل كل هاي عوامل بتساهم بتشكيل شخصية الطفل وبالتالي بتأثر بشكل مباشر وغير مباشر على تفسيرات الفرد مننا عمليا على المواقف الأحداث المختلفة بالإضافة كمان لنظرة شمولية للعالم أو أنا بسميها النظرة الكونية نظرة الإنسان للعالم يعني عمليا عرين نعطي مثال حتى يكون هيك قريب كمان لأذان المطلقين عرين وفرات مطلقوا نفس التربية تمام حتى لو فيه كتير أشياء لمشتركة بيننا ولكن بيظل أشياء كمان كتير اللي هي مختلفة هاي الأشياء هي أشياء شارعية وطبيعية جدا مهم جدا يكون هذا الاختلاف الاختلاف هو هدف عمليا أنه يخلق هذا التكامل وهذا التنوع وهي الجمالية لحتى تكتمل السورة الكاملة ولكن في الواقع فيه أفراد بنظروا لهذا الاختلاف على أنه محل اللي بيهدد بشكل جدا كبير وبالتالي بشكل عائق جدا كبير في التواصل بينهم فالتفسيرات مثل ما قلنا جاي من التربي جاي من النظرة الكونية للعالم كيف أنا بشوف العالم نظرا لأنه عارين تربت في بلد مختلفة وأهلها مختلفين عن أهلي فبالتالي أكيد مفهومها الحياة ونظرتها الكونية للعالم مختلفة عن نظرة الكونية ممكن أنا وياها نلتقي في أمور معينة وفي نقاط معينة ولكن فيه أشياء كتير عارين بتشوفها من نظرتها الخاصة فيها من نظرة الكونية للعالم من خلال أهلها من خلال بيتها من خلال بلدها من خلال أمور كتير ساهمت في سقل شخصيتها وبالتالي أنا في أمور كمان معينة اللي أنا بشوفها بشكل مختلف تماماً وبنظور مختلف تماماً فهي جوانب إذا إحنا ما منكون وعيين لإلها يعني أنا وأنت ممكن نتطلع عليها وأشخاص كثير مثلنا ممكن نتطلع عليها على إنها جانب تثري وجوانب اللي هي بتغني بتزيد غنى في الحوار وفي التواصل وفي النقشات السليمة والواعي ولكن أشخاص كثير عملياً لما وصلوا لمرحل دلوعي وممكن يشوفوا إنه هاي الجوانب ممكن تشكل خطر كبير عليهم وتهديد جداً كبير عليهم فكمان هاي واحدة من جوانب النظرة الكونية قدراتنا معرفتنا لذواتنا قدرتنا على التواصل مع الذات كمان قديش إحنا منتواصل مع الذات للعمق قديش إحنا منفهم حالنا كمان هاي جوانب وعوامل كلياتها بتأثر على تفسيرها قديش إحنا منثق بشاء بحالنا الثقة بالنفسي وتقدير الذات والتصور الذاتي سواء كان إيجابي أو سلبي كمان بلعب دور كثير كبير بنظرة الإنسان لنفسه وبالتالي بتفسيراته للأمور يعني الإنسان الواثق من نفسه وواثق من قدراته وبقدر هاي القدرات وفي فرق كثير كبير ما بين تقدير القدرات وما بين تعظيم القدرات تعظيم القدرات هي عملياً ترمز للإنسان المتعالي والإنسان المغرور بينما الإنسان اللي بقدر ذاته هو الإنسان اللي التصور الذاتي إيجابي عن نفسه وبيقدر هاي الذات بكل ما فيها بسلبياتها قبل إيجابياتها بنقاط ضعفة قبل نقاط قوتها وهون هذا الإنسان بيكون عند القدرة على تفسير الأمور بشكل أكتر واعي أكتر مدروس أكتر منظم وأكتر شمولي لحتى يتجنب أنه ردود الأفعال أو النتائج النهائية تكون سلبية قبل ما نوصل لنصائح أهم إشي أنه نوصل الفكرة كمان للأهل للوالدين أنه مثل ما تفضلت وقلت أنه كل كل شخص منه كزوجة أو كزوجة جاي من بيئة مختلفة فهذا الإشي رح يكون مفهوم أنه كل واحد تربع على تربية اللي هي مختلفة أما مع بعض بدهم يوصلوا للولد فهيكا نصيحتك أو الكلمة اللي بتحب توجيهها عشان الولد ولا يطلع هكا مقصومة نصائح كل من الأقواز هو واحد من الأمور الإيجابية جدا أنه الزوج والزوجة يكونوا مختلفين ولكن للأسف المفاهيم الخاطئة أنه مهم جدا يكونوا وكأنه النسخة وحدة الاختلاف هو بصنع التكامل وعلى عكس تماما لما بيجي ولد على الحياة أوكي من زوجين وهني مختلفين فبالإمكان أنه الزوج يعطي الأمور الإيجابية اللي عنده الصفات والقيم الإيجابية بالمقابل كمان الزوجة عندها قيم ممكن مختلفة كمان تضيف وتثري وتغني هذا الولد وبالتالي عمليا تسقل شخصيته للأفضل وللأحسن فنصيحتي أنا بقدمها للأهالي أنه نتخذ من هذا الاختلاف نتطلع عليه من المنظور الإيجابي من المحل اللي ممكن يقدمنا ويطورنا ويفتح أفاقنا لأمور كتيري إحنا ما كنا نشوفها يعني تخيلي أزواجي اثنين هني متطابقين في الآراء فيه توافق فكري واجتماعي ونفسي مع أنه التوافق شيء مطلوب مهم جدا ولكن بنفع كمان نكون مختلفين ببعض نقاط معينة وهي النقاط بتفتح أفاقنا هيك وبتوسع أفاقنا أكتر يعني ممكن أنت أسمع منك إشيء إسا معين عرين ما كان يخطر على بالي ولا مرة من المرات لما هذا الحوار وهذا الاختلاف من وين كان ممكن يخطر على بالي فهيك تماما علاقة الأزواج داخل البيت الاختلاف اللي بينهن هو بثري وبكمل الصورة أنا دائما بقول بعضي مثال في محاضراتي وفي ورشاتي لما إحنا منعلق لوحة بالبيت اللي هي من لون واحد أوكي لون واحد بس أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر ما فيها تعدد ألوان هل رح تشدنا هل رح تجذبنا إنه إحنا عن جدهي كيكون عندنا هذا المحل إنه بدنا نتعرف على هاي اللوحة ونشوفها نشوف إيش فيها حتما لا بينما لما يكون فيه تعدد بالألوان وفي الأفكار وفي الأشكال اللي موجودة فهذا الشيء بشدنا أكتر عمليا لحتى نتعمق بهذه اللوحة تماما إلى أزواج كل ما كان فيها تلا نقول توافق بالمقابل كمان جنبا اختلاف معين في هذا الاختلاف بثري وبغني وبالعكس بساهم أكتر بتربية الطفل على تنوع وعلى جوانب اللي هي مهمة جدا للتطوير وتعزيز شخصيته لا شك فإحنا نطلع لفاصل إعلاني قصير ومن بعدها رح نرجع معي للنصائح ومع عدة أمور مختلفة أخرى يسعد أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء وعدنا لنكمل حلقتنا لليوم طبعا خلصنا هيك طلعنا لفاصل إعلاني عن نقطة النصائح وحبين هيك نرجع لها فشو النصائح لتغيير تفسيرنا بالأمور؟ يعني أنا عارين هيك دائما بقول لحتى نغير أو يكون عنا مهرات أكثر اللي من خلالها يتمكننا من أنه نفسر الأمور بشكل مختلف أو بشكل مغاير واللي يأخذ عملينا لجانب الإيجابي بيوم جدا لما بيكون في إحنا نستضم في مواقف أو في أحداث معينة أو في مشكلات معينة أول نقطة نعملها نعمل زوم أوت نطلع نطلع من المركز كل الوقت اللي كنا إحنا فيه بالمركز حتى ما مستحيل نقدر نشوف الصورة الكاملة الصورة بشمولية بوضوح نشوف الحقائق معينة اللي ممكن تكون غايبة عنا فلما منطلع من الصورة منقدر نحدد نشوف الأشياء بشكل واضح بشكل شمولي وبالتالي نقدر نحدد إيش الإشكال اللي موجود أو إيش الشيء اللي أنا مزعجني أو إيش الأمر اللي صار بهذا الحدث أو بهذا الموقف اللي بحاجة لتعديل أو لتصليح من خلال طبعا النظر الشمولي ولكن كل الوقت اللي كنت أنا بالمركز أو بالنص حتما رح أشوف نقطة واحدة أبني من خلالها ردود أفعالي وبالتالي النتائج النهائية رح تكون سلبية جدا لأنه أنا شبط الأمور من خلال نقطة واحدة إذا ما أردنا كمان تغيير التفسيرات اللي لقلنا مهم جدا كمان إنصاطنا وإصغاءنا للأمور ما يكون انتقائي يعني إحنا عادة منقول ليه إحنا منفسر الأمور بشكل جدا خاطئ لأنه كثير مرات لما منصادف مشكلات أو مواقف معينة أو حدا مثلا بيحكي معنا شيء معين نفهم أو منفسر الأشياء اللي حكاها بشكل اللي هو جدا سلبي بناء على إيش بناء على نقطة من كلمة أو كلمة من السطر أو عبارة معينة من السطر بكون هو حاكم موضوع اللي هو هالقد كبير أو مشكل هالقد كبيري أو إشكال معين حبيب يشارك فيه إحنا بناخد عمليا جملة معينة من كل الأشياء اللي حكاها أو حكتها ومنبني عليها عمليا ردود أفعال فهذا جانب اللي بمنع منا إنه إحنا نقوم بتفسير الأشياء بشكل شمولي وبشكل أكتر واعي وأكتر مدروس بالإضافة لنقطين كمان جدا مهمات إحنا بشكل عام ندار عن طريق يعني الإنسان عمليا عنده نظامين تفكير النظام الأول هو النظام وهذا عمليا دراسات عديدة في علم النفس تطرقت لهذا الجانب النظام الأول عمليا هو النظام البطيء جدا النظام الثاني هو النظام التفكير البطيء جدا النظام الثاني هو نظام التفكير السريع جدا نظام التفكير السريع جدا هو المبني على مشاعرك شو انت بتشعري تجاه المواقف المختلفة والأحداث المختلفة بتبني بناءً عليه ردود أفعال مثلا على سبيل المثال إذا صار موقف معين بيني وبينك أنا شعرت بسوق بمشاعر اللي هي سلبية فبدي أبني رد فعل رد الفعل إيش رح يكون سلبي جدا بناءً على مشاعرك مش رح أحد للعشرة بناءً على مشاعري شعرت سوق ممكن أنا عملياً أرد لك وكأنه بنج بونج إذا صدر منك مثلاً كلمة اللي أنت ما كنت تقصديها أو وقع الأخر أنا فسرتها بشكل اللي هو سلبي اللي هو ما عملياً ما بعتلم معنى الحقيقي لإيش أنت بدك تواصلي وبالتالي عملياً شعرت سوق تجاه هذا التفسير اللي أنا أعطيته فرد الفعل رح يكون كمان سلبي جدا ولا يتلاءم مع إيش أنت بدك تواصلي هذا عملياً أنا هون اشتغلت بناءً على نظام التفكير السريع جداً إيش مشاعري حكت لي إيش عرض كانت كان رد الفعل كان الإيجابي كانت الاستجابة من قبل أنا بينما نظام التفكير البطيء جداً هو النظام الأكتر واعي الأكتر منظم الأكتر مدروس والأكتر مراقب من قبل الأشخاص الأشخاص عملياً اللي بيعتمدوا هذا النظام هن الأشخاص اللي بتمتعوا أكتر متل ما قلنا بالبداية في ذكاء عاطفي واجتماعي أكتر هن أكتر عندهن القدرة على إن هن هن يتحكموا في ردود أفعالهن فردود أفعالهن بتكون أكتر مدروسة أكتر واعية وبعدوا للعشرة ما بيعتوا للأوتومات إنه عملياً هو يديرهن هن بديروا المواقف وبديروا وبيقرروا شو ردود الأفعال النهائية تكون بناء على دراستهن المنظمة والواعية والحكيمة لكل المواقف الاجتماعية المختلفة اللي بتواجههن فهاي نصائح هيكا مهمة جداً هيكا إنه الإنسان الأشخاص عملياً والأفراد في مجتمعنا يأخذوا فيها لحتى يتحايدوا أو يتفادوا عملياً التفسيرات الضيقة اللي هي ما بتعكس حقيقة الرسائل مرات المرسل أو الأشخاص للأطراف الأخرى زي ما بقولوا نهاية للعشرة أول شيء بعداً نحكي 100% بدون شك أكيد إذا إحنا يجينا اتطرقنا للإصغاء صحيح إنه فيه تأثير مباشر أو فيه علاقة مباشرة بين التواصل بين تفسيرنا وبين الإصغاء للشخص اللي قبالنا اللي عم يحكي وكيف إحنا ساعتها مناخذ الأمور أو كيف بدنا نجاوب شو عندك تحكينا عن الإصغاء؟ يعني بدون شك أولاً الإصغاء هي مهارة يعني تتطلب مهارات وقدرات وعليم ومعرفة وثقافة جداً عالية يعني عشان أوصل لمرحلة أكون فيها عندي القدرة على الإصغاء بدي أكون أنا فاهمي بالبداية إيش يعني إصغاء أولاً فيه فرق كتير كبير نبدأ من إنه فيه فرق كتير كبير ما بين إنه أنا بسمع ما بين إنه أنا أصغر سماع هو شيء مولود هي حاسي مولودي أنا خلقت معها بينما الإصغاء هو عملياً هي مهارة اللي تدرس يتم التدريب عليها هو علم هي ثقافي هي معرفة بسعى الإنسان لحتى يحصل عليها ما بتيجي هيك من فرق والفرق بينها وبين السماع عملياً وبين الإصغاء تماماً مثل الفرق ما بين الإنسان إنه يحكي ما بين إنه يعبر فيه فرق كتير كبير القدرة على الحديث والقدرة على الكلام هو كمان شيء مولود بينما القدرة على التعبير تتطلب عملياً مهارات وقدرات جداً عالية وهذا شيء يكتسب كمان مرة منذ الولادة يعني بجيل جداً مبكر من قبل الأهل وإذا بعززوا كمان هاي القدرة عند أولادهم الإصغاء عملياً أولاً مركب من مركبين أو من عناصر تانين عندنا المركب الأول هو المركب العاطفي والمركب الثاني عملياً هو المركب المعرفي المركب المعرفي عملياً يعتمد على قدرة الإنسان على استيعاب المعلومات وعلى معالجتها والمقابل على تحليلها في الأخير وتفسيرها بشكل سليم وصحيح وبالتالي عملياً يكون فيه تغذية راجعة ومرتدة لحتى أنا أرجع رد معين مهم جداً أنا أمر بكل هاي المراحل اللي أنا ذكرتها واللي هي مرتبطة بالجانب المعرفي من الإصغاء كمان مرة هي القدرة على استيعاب المعلومات معالجتها تحليلها وتفسيرها وبالتالي عملياً أنا بقدر يكون عندي أنا هون تغذية راجعة أو مرتدة للأطراف الأخرى أو للطرف الآخر الجانب الآخر من الإصغاء عملياً هو الجانب العاطفي يعني بمعنى إبداء التعاطف أمام الآخرين قديش عندي القدرة على أنه أنا بخلال محادثة معينة بيني وبين الطرف الآخر قديش عندي القدرة على فهم الآخر من محله من موقعه من منظوره الخاص يعني بمعنى أنا بدي أتنازل بمرحلة معينة عن الأنا اللي أنا موجودة فيه عن آرائي وتفكيري ومعتقداتي بالشيء لحتى أقدر أفهم بشكل مؤقت طبعاً بشكل مؤقت بالمرحلة اللي أنا عملياً بدير فيها هاي المحادثة فقط لحتى أقدر أفهم الآخر من منظوره هو فبالتالي عملياً هذا يتطلب مني وعي جداً كبير وقدرة جداً عالية على احتواء الآخر وعلى فهمه من مكانه ومن منظوره ومن موقعه الخاص فيه وبالتالي عملياً القدرة على إبداء التعاطف القدرة على إبداء التعاطف والقدرة على إبداء التعاطف تشكل عملياً عامل جداً مهم بالتواصل السليم والصحيح فهذا هو عملياً الإصغاء بكبير اللي هو بشكل عملياً جزء جداً كبير من التواصل السليم والفعال يعني الإنسان اللي عنده قدرة جداً عالية على الإصغاء في الواقع هو عنده القدرة على التواصل الفعال والسليم مع ذاته في البداية ومع الآخرين بمعنى الإصغاء يبدأ والتواصل يبدأ من قدرة الإنسان على الإصغاء لذاته والتواصل مع ذاته ومنها منطلق لأنه يقدر يصغي ويتواصل مع الآخرين بشكل فعال وممكن أنه نقول الإنسان اللي بيصغي أو اللي عنده القدرة على الإصغاء بيقلل من الانتقادات تبعتهم للمجتمع للبيئة لنفسه للأشخاص اللي حواليه ففيه صلة مباشرة فيه علاقة مباشرة بين الإصغاء والانتقاد بدون شك الإنسان اللي عنده قدرة جدا عالية على الإصغاء هو بيعرف حتى إذا بده ينتقد بيعرف كيف ينتقد وبما إننا وحنا ذكرنا موضوع الانتقاد والنقد ففيه فرق كثير كبير ما بين النقد ما بين الانتقاد الانتقاد عمليا بأخذ الجانب اللي أنا وكأنه بدي أوقع بالفخ الإنسان اللي على قبالي بكل طريقة ممكنة يعني فيه سلبيات أنا بشدد أنا بلقده أكتر عمليا على سلبيات وبهمش إيجابياته يعني بحاول إنه أتصيد كل شيء ممكن يسيء لهذا الإنسان أو يقيد هذا الإنسان بشكل متعمد بينما النقد يهدف عمليا إلى التصويب النقد أعمليا يهدف إلى تعديل هات لنقول السلوك أو آراء معينة أو أفكار معينة ويكون تكون خاطئة بشكل محبب ومرغوب يعني أنا ما بهاجم هذا الإنسان اللي أنا فيه طريقة وفيه أسلوب عشان أنا أمرر نقد معين لعرين فمهم جدا أبدأ بالأشياء الإيجابية وأحارف يكون عندي طريقة وأسلوب خاص محبب من قبل لحتى أنا أدعي لحتى أنا أدعي الآخر أو المتلقي لحتى أدعي المتلقي لأنه يفكر بالرسالة اللي أنا بوصلها فمهم جدا أنا أعتمد أسلوب قريب محبب فيه تودد معين وفيه إطراء يعني أبدأ بالأشياء بالأمور الإيجابية وبعدها أنتقل إذا فيه شيء اللي هو أقل مني أنا شايف وما بحب أقول الأمور السلبية اللي هو شيء اللي بستوجب من هذا الإنسان عمليا أنه يغير ويحسن للأفضل فبعدها أنا بفوت بهذا الجانب ففيه فرق كتير كبير ما بين الانتقاد وما بين النقد وبدون شك فيه علاقة مباشرة ما بين الإصغاء وما بين القدرة عمليا على النقد ووينت أنا أنتقد فالإنسان اللي عنده قدرة جدا عالية على الإصغاء هو أقل بمرر انتقادات هو مش موجود بهذا المحل هو بمرر نقد معين نقد هدفه تصويب تعديل وتحسين وتعديل آراء أو أفكار أو ثلوكيات معينة طبعا هذا الإشي ممكن إحنا نقوله فيه لغتنا العامة النقد الإجابي والنقد السلبي النقد اللي هو ممكن يبني يبني شخصية الإنسان يبني شخصية الطفل يبني شخصية الولاد أو يعزز تاخذنا في نفسنا والنقد السلبي أو الانتقاد اللي هو ممكن يأثر علينا بشكل مباشر يأثر على تصرفاتنا يأثر على تقدنا في نفسنا وطبعا يأثر على إذن إحنا منيجي منحكم بأعين والدية الوالدية الوالدية فممكن أنه يتأثر بشكل مباشر على شخصية الطفل فهذا الإشي مهم كثير أنه كل أهل ينتبهوا ومش بس أهل كل شخص في البيئة اللي عنده أولاد ننتبه أكثر بين النقد وبين الانتقاد لأنه هذا الإشي بأثر بشكل مباشر على شخصية الطفل شخصية الولاد وشخصية الأهل 100% صحيح جدا بدون شك عرين يعني عمليا مثل ما قلنا أحنا بالبداية الطفل بتأثر في مراحل عمره الأولى خاصة في الخمس سنوات الأولى بتأثر بشكل جدا كبير في الوالدين في أمه في أبوه داخل البيت لأنه بالتالي عمليا بشكله نموذج ثلوكي ونموذج للتقليد لإله فهن إيش بيسمعوا منه وإيش بيشوفوا من الأهالي وإيش بيسمعوا من الأهالي بالتالي عمليا هذا الشيء اللي أنا دائما بقول في ورشاتي ومحاضراتي الطفل لا يقوم فقط بتخزين المعلومات وتخزين وتخزين عمليا قدرة المنطقية على التحليل وإلى آخره إنما يقوم كمان بتخزين المشاعر والعواطف في غضي بالدماغ اللي اسمها الأميجدلة اللي هي بتقوم عمليا بتخزين كل العواطف والمشاعر عند هذا الطفل في السنوات عمره الأولى في خمس سنوات الأولى وبالتالي كل التصرفات والسلوكيات النابعة من الأهل سواء كانت انتقادات اللي هي سلبية وإلى آخره إحنا بنفكر إن الولد ما بفهم بهذا الجيل ولكن الولد حتى لما بيكون موجود في رحم أمه ما قبل الولادة هو عمليا بشعر بكل الأمور اللي بتدور حوله ومن هون بتبدأ تنبنى شخصيته وتنسقل شخصيته فبدنا نراعي عمليا هاي الجوانب ونعرف لما النقد مهم جدا هدفه تطوير لنقد البناء لنقد الإيجابي لهدفه تطوير شخصيات عمليا أولادنا وسقلها نحو الأفضل ولكن بدنا نراعي وننتبهه كتير عمليا للانتقادات الهادمي اللي بالتالي للأسف يعني تقود أولادنا وبناتنا التهدي يعني هي انتقادات هادمة جدا وبالتالي تشكل خطر جدا كبير على شخصياتهم بالمراحل اللي هنم وجودين فيها ومستقبلا لا شك فهيكا عشان ننهي حلقنا لليوم أعطينا نصيحة لمستمعينا ولمشاهدينا بشهر رمضان بشكل عام اللي ممكن يأثر على شخصيتهم يأثر على تفسيرهم يأثر على أصغاؤهم انتقاداتهم أو نقدهم وإلى آخر يعني أنا دائما بقول مهم جدا كما قلنا بالبداية عارين نعد للعشرة يعني ما نعطي بدون شك يعني ما نعطي هيك لمشاعرنا اللي هي تقودنا لأنه مشاعر هي شيء شخصي يعني مشاعرك ممكن يكون نفس الموقف على سبيل المثال نفس الحداد كل إنسان يشوفه من منظر مختلف تماما فبالتالي المشاعر هي شيء شخصي هي شيء غير موضوعي ما بقدر أنه أنا أعتمد في ردود أفعالي على مشاعري وعواطف تجاه المواقف الإنسان الموضوعي والإنسان المهني أنا ما بقول أنه نهمش كمان مشاعرنا وعواطفنا تجاه الأشياء إلها محل ودائما فيه شرعية للمشاعر والعواطف ولكن ما بكفي أنه بس فقط إحنا نعتمد في بناء ردود أفعال وإتخاذ قرارات وإصدار أحكام فقط على مشاعرنا وعواطفنا اللي إحنا مشعر فيها تجاه المواقف والأحداث مهم جدا نطلع من السورة هيك نشوف الأشياء بشمولية نعد للعشرة نراقب سلوكياتنا أقوالنا وأفعالنا نتعرف على حالنا أكتر مهم جدا يعني ذكرنا في البداية عن الذكاء العاطفة مهم جدا الإنسان الفرد مننا عمليا يكون عنده القدرة على معرفة ذاته ومعرفة الذات بتطلب مهارات وقدرات جدا عالية اللي بتشمل معرفة نقاط القوة نقاط الضعب الشخصية معرفة دوافع معرفة احتياجاتي وبالتالي لما بيكون عنده القدرة على معرفة ذات إلى العمق بيكون عنده القدرة على كمان فهم الآخر لما بفهم حالي بيكون عنده القدرة على فهم الآخر وبالتالي بيكون عنده القدرة على بناء منظومة علاقات سليمة اللي بيكون عمليا التواصل فيها فعال سليم ومريح كمان لإلي وكمان للبيئة المحيطة فيي ممتازي كثير شكراً كثير كثير إليك على كل المعلومات القيمة التي تطمنا إياها شكراً لأليك طبعاً لبضان كريم الله أكرم وأنتي بألف خير شكراً أعزائي المشاهدين والعقل المفكر وبالمقابل منحنا القدرة على النسيان نسيان الماضي والتقدم نحو المستقبل نسيان الظالم والتقدم الظلم أسفع والتقدم نحو العدالة نسيان الصعوبات والتقدم نحو الحلول المتاحة والمناسبة ونسيان من ساء إلينا والمغفرة له فعزائي المشاهدين أنشدكم بهذا الشهر الفضيل وبكل يوم من أيام السنة أن تنسوا النقاط الصوداء وأن تنشغلوا بذاتكم بقدوراتكم وبتقدمكم وتقدم أبنائكم لعل أنفسنا تبقى بيضاء وناصعة إلى الأبد أشكركم من صميم قلبي على المتابعة وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة لألقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج منوعات هلا معي أنا عارين كمال دقزي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة